اعلنت وزارة التعليم عن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني وطلبة التعليم العام ممن أكمل 12 عاما فأكثر غير مكتملي التحصين وذلك لتمكينهم من أخذ كامل الجرعات لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة ودعت الوزارة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين بما يحقق عودة حضورية آمنة إلى المنشآة التعليمية ووصولا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية